اشتركوا في القناة في الزهرة اللي هي سعد الاصغر او كوكب الحضود كوكب الحب والجمال والحواطف التجميل الرومانسية كل هاي الامور لها علاقة بالزهرة يوم سبعة وعشرين واحد في تمام ساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة صباحا في توقيت جرينيتش راح تنتقل ورح تظل موجودة في الحوت بحركة امامية حتى صباح يوم عشرين اثنين اي حتى تمام الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم عشرين اثنين راح تظلها موجودة في الحوت خلال الفترة اللي راح تتواجد الزهرة فيها في برج الحوت راح يشعروا موليد الحوت تحديدا تغيير ايجابي على مظهرهم على طاقتهم قوة العاطفي انجذاب افراد الجنس الاخر لالهم الامور اللي لها علاقة بالخطوبة بالزواج فرص تفتح لهم كثير بيستفيد معهم كذلك مواليد الابراج المائية الاخرى مثل السرطان العقرب والترابي الثور العذراء الجدي هدولا اكتر الابراج اللي راح تستفيد طبعا هي كل الابراج بتستفيد ولكن هدولا تحديدا الفائدة بتكون اكتر لالهم وكذلك بيستفيد معهم كل شخص تواجد كوكب الزهرة في ساعة ميلاده في الخارطة الفلكية بتكون الزهرة موجودة بالحوت هدولا من الاشخاص اللي راح يستفيدوا بشكل كبير طبعا الاشخاص اللي عندهم الحوت بالزهرة هدولا اشخاص مميزين بقوة الحب والرومانسية وهدولا يعتبروا من النوع الحالم عاطفيا و يعني هدولا زي ما ذكرت في حلقات اخرى هدولا اذا ما لقوا اشي يحبوا بيحبوا الحب نفسه يعني هيك الحب عندهم طيب مواضح انه الفترة المقبلة للزهرة في الحوت راح تكون عاطفية وافضل بكثير من الفترة السابقة او من الاشهر الماضية لما كان الزهرة موجود بالدلو او موجود بالجدي او موجود بالقوس لانه هنا الزهرة بتفقد طاقتها هذا الجو مش مناسب لالها ما بدي هيئلها الجو الرومانسي او الدفئ بالعكس بالحوت بعطي طاقة اكثر و فوائد اكثر لالها او بتكون ايجابياتها اكثر طبعا بالحوت بالحمل هؤلاء هدول يعني اكبر طاقة للزهرة راح تكون في هدول البرجين طيب بالنسبة لعارفين انتم الطريقة اللي انا دايما بدرس الزوايا الفلكية عشان احدد ايجابي تلك كوكب قديش راح تكون فتواجد الزهرة في الحوت بيعني اول اشي معروف انه هذا شرفه طيب ورح يشكل زوايا ايجابي قوية اثناء تواجده في الحوت اللي هي زاوية اقتران الزهرة مع نبتون زاوية التسديس للزهرة مع اورانوس زاوية التسديس ايضا مع بلوتو بين الزهرة وبلوتو فتلا الزوايا ايجابية اعطتها طاقة ممتازة ولكن عندي انا زاوية الخطيرة اللي رح تتشكل بين الزهرة وبين المريخ هاي شوي رح تيجي بالوسط يعني ببداية الشهر ورح تأخذ فترة يعني اربع ايام او خمس ايام تأثيرات مباشرة طبعا لها قبل كمان ولها بعد كمان ولكن مهما نزلت من الحضوض ما رح تنزل بشكل كبير فمعناته منعطيها كريدت للزهرة انها رح تكون قوية وإيجابية في فترة وجودها في برج الحود طب ايش التأثيرات على جميع الأبراج خلينا نشوف برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتفتح لهم مجالات للتعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة أو علاقات مع أشخاص بيشتغلوا بمؤسسات وشركات كبيرة وبرضو بيميلوا لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار بشكل كبير برج الثور بتعزز عندهم النشاط الاجتماعي وبعض الأشخاص ممكن يبدأوا علاقة عاطفية من خلال مناسبة اجتماعية أو حفلة أو لقاء أصدقاء مع بعض أو يتعرفوا على أصدقاء جدد وبرضو مشاريعكم تتحقق بمساعدة أصدقاء أو أشخاص دون فوض برج الجوزاء طبعا بالنسبة لموليد برج الجوزاء فرصة للتقديم على عمل وللأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وفرص للتعيينات برضو بتصير لا إلهم وبتعرفوا فترة من التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة للزواج من وسط راقي وبرضو ممكن بعد موليد برج الجوزاء يصير عندهم شهرة أو ترفيع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا نجاح بالسفر والاتصالات والدراسة الأكاديمية والمواضيع القضائية وأمور الهجرة السفر البعيد التعامل مع الأجانب بيكون سلوككم جيد بعض موليد برج السرطان ممكن يبدأوا علاقة غرامية من خلال دورة تعليمية أو جامعة أو سفر فعشان هيك فترة قوية جدا بالنسبة لكم وبرضو بتفتح فرص للارتباط مع أجانب وبتحصلوا على تقدير الآخرين وهاي فترة مناسبة للانطلاق أو للتنقلات بمعنى آخر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتفتح لهم مجال في فرص مالية الفرص المالية هي تيجي من تركة تعويض شراكة من زوج زوجة من قرض بنكي مثلا بتستفيده من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات أو يعني بتفتح مجالات للأمور المالية الواسعة لأي شيء العلاقة بالمال المشترك يعني المال اللي بيعود إلى كل طرف آخر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء هنا بتعزز الشراكة عندهم فرص الارتباط والزواج والتقارب والزواج والمصالحات وهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهو الوقت المناسب للزواج أو عقد شراكة بتكون منتجة أو تصفيت خلافات بشكل ودي برج الميزان فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضه لتعزز العلاقة مع زملائهم بالعمل أو لإنجاز بعض الأعمال المهمة وأيضا فترة تفتح مجال علاقات عاطفية من زملاء بالعمل أو زميلات بالعمل وبتعرف هاي الفترة انسجام مع رفاقك في الوسط المهني وبتمتع بصحة جيدة ممكن أمراض ما كنت عارفين إلها تفسير أو كنت تشكو من وضع صحة معين الآن بتكتسبوا صحة ومناعة أعلى برج العقرب طبعا بالنسبة للعقرب هم من أكثر المستفيدون في هذا الموضوع لأنها تعطيهم حظ في العاطفة المال فرص للنساء للدخول بالحمل هاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية علاقة جديدة حب غرام خطوبة زواج يعني بتفتح مجالات كثيرة بالنسبة لهم حتى ممارسة الحواية أو التجميل برضو ممتاز جدا برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس اللي استفاده في أمور إلها علاقة بالسكن والعقارات والعلاقات العائلية والحياة في المنزل بتكون يعني أفضل من الفترة الماضية فيها نوع من أنواع المتعة في بعض الأوقات وهاي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة حتى إذا كانت كنت بتمتلك أملاك أو عقارات وفي فرحة رح تصير في البيت عندك برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي نجاح بالدراسة نجاح بالدراسة خصوصاً الإبتدائية أو الثانوية والسفر والاتصالات وأي شيء بيتعلق بأمور الأجهزة الإلكترونية أو السيارات بالفترة هاي بتكون مريح لين العريكة بتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب ومع الإخوة أو المصالحة حتى معهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً هاي الفترة بتعطيهم حلول لبعض المسائل المالية الصعبة ممكن تعطي بعض موليد برج الدلو مكاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي ممكن يحصلوا على هدايا أو دعم معين مالي وهي فترة مناسبة لن نجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة فعشان هيك استغلوا أي شيء له علاقة بالوضع المالي بالفترة هاي بتجدوا إما حلول أو مكاسب من خلاله برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود حكينا أنه تحسن رح يطرأ على مظهرهم الخارجي لهم بطبيعة الحال حلوين يعني الآن بدهم يصيروا أكثر حلوين رح يحسوا بقوة العاطف أكثر بنجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم أكثر بيزيد لطفهم رقتهم قيمتهم الاجتماعية وهاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية بشكل كبير بالنسبة لإلهم يعني بداية لعلاقة عاطفية أو حتى تطوير علاقة عاطفية لما بعد العاطفية لزواج أو ارتباط ولكن في زاوية المريخ ديروا بالكوا أن الشخص الثاني يكون سافل هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة